موسيقى أسعد الله مساءكم مشاهدي ومتابعي برنامج إشارة مرورية وتغطية خاصة لنقل تهاني عيد الأضحى المبارك في مديرية مرور بغداد الكرخ للطلاع أكثر ابقوا معنا موسيقى مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين وياكم بنقل واجبات وتهاني مجيرية مرور بغداد الكرخ أثناء استقبالهم لعيد الأضحى المبارك سيادة العقيد كل عام منتبأ ألف خير كل عام منتبأ ألف خير بسم الله الرحمن الرحيم لمناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم بأسكى التهاني والتبركات إلى الشعب العراقي العظيم عاد الله عليه بالخير واليمن والبركة والأمان إن شاء الله ونتقدم بأسكى التهاني إلى مقام السيد وزير الداخلية الأستاذ قاسم العرجي والسيد اللواء عامر العزاو مدير المرور العام ومع العميد أحمد مدير مرور بغداد الكرخ ولكافة الأخوان منتسبين مديرية المرور العام عاده الله على الشعب العراقي مرة ثانية بالخير واليمن والبركة إن شاء الله سيادة العقيد واجباتكم اليوم أكيد الله يكونوا بعانكم وأله يساعدكم على هذا الجهد اللي تبدلونه نحن واجباتنا خلال هاي الفترة السهر على راحة المواطنين تحت شعار لرفع السيد اللواء عامر خدمة الناس قمة في العبادة تتواجهت دورياتنا من الصباح الباكر إلى ساعة متأخرة من الليل تغطى الأسواق المولاد أماكن الترفيق الأماكن التسوق عندشعل مقبال المواطنين خلال هذه الفترة على هذه الأماكن دورياتنا تسر على راحة المواطنين ونظرة نفسها الخدمة المواطن العراقي إن شاء الله إن شاء الله أكيد إحنا بدورنا نقول لكم كادر برنامج إشارة مرورية كل عام وأنتوا بألف خير كل عام وأنتوا بألف خير على كادركم وقناتكم الموقرة إن شاء الله إذن مشاهدين الكرام ما زلنا من تواصلين وياكم وتغطيتنا الخاصة بنقل تهاني رجال مدرية المرور العامة مشاهدين الكرام أثناء تجوالنا لتغطية تهاني العيد الأضحى المبارك نحن الآن متواجدين بالتحديد في منطقة المنصور مقابل المنصور يعني وجدنا العائلة المرورية للأطفال الناشطين المدنيين الذين يقومون بالتوعية المرورية لرجال المرور رح نكونوا إياهم وتهانيهم وواجباتهم سلام عليكم حبيبتي شنو أسمت؟ الناشطة المدنية طيبة بنت العراق عاش العراق المتحبين تقدمين تهني نوهن الشعب العراقي نوهن الشعب العراقي واللواء عمر العزاوي بمناسبة العيد كل عام وأنتم بخير حبيبتي قلبي شنو أسمك؟ نوهن الشعب العراقي ونوهن اللواء عمر العزاوي بناسبة عيد الأضحى بناسبة عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك حب بطل تعالي حبيبتي هنا شنو أسمت؟ اسمي الناشطة المدنية نور الهدى عاش العراق شنو تحبين تقدمين تهني نوهن الشعب العراقي ونوهن نوه عمر العزاوي حبيبتي قلبي شكرا إذن مشاهدين الكرام ما زلنا متواصلين وياكم بهذه التغطية التي ننقل بها تهاني واجبات رجال مديرية المرور العامة أي نحن الآن بالتحديد في مديرية مرور بغداد الكرخ ابقوا معنا مشاهدين الكرام نلتقي معكم بمدير إعلام مديرية مرور بغداد الكرخ عميد عداي السلام عليكم عميد عداي سلام أنا أخذت شي ما بارك الله بيك سيادة العميد أكيد لاستقبالكم عيد الأبحر المبارك لديكم عدة واجبات قموم بها لاستقبالهم وليخدمة المواطن الكرام نعم شكرا جزيلا على هاللقاء لحقيقة مديرية مرور بغداد الكرخ سباقة بأعداد خطة بالتنسيق بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد الكرخ من شأن هذه الخطة هي تعزيز المناطق التي تشهد تبضع المواطنين للبضاع يعني تشهد زخم مروري فقام تعزيزها بدراجات وأخونا ويانا العقيد علي هو أمر سريع الدراجات مسؤول عن هذا الشأن وتعزيز الأعداد فقام تعزيز قاطع تقاطع رواد أضافة إلى مول المنصور أضافة إلى مول بابلون تقاطع الفروسية كذلك قمنا بتعزيز منطقة مهمة جدا وهي منطقة الحارثية لوجود مول الحارثية وتعلمون أن هذه المنطقة هي منطقة أصبحت تشهد زخم بشري كبير وكذلك منطقة قريبة عن منطقة زوراء فأحنا قايمين بالخطة على قدم الساق ومواجهين ماخذين بتوجيهات وزارة الداخلية ومديرية المرعامة ألا وهي يجب احترام المواطن التعامل الإنساني والأخلاقي مع المواطن أولا وأخيرا سيادة العميد الكل يتساءل هل هناك قطوعات كثرة المولات ولا مماكن الترفيهية حسب معلوماتكم صحيح الحاليا ما موجود أي قطع في بغداد الكرخ انفتحت كلها بالتنسيق مع قادة عمليات بغداد مدير مرور بغداد الكرخ وبتوجيهات مدير المرور العام ما عندنا أي قطوعات موجودة وحركة السيارة هادئة بوجود أخوانكم الرجال المرور اللي يشاهدونهم أنتم تكثيفهم سوناهم إلى ثلاث وجبات فيجي المنتسب نظيف وجيد ويقوم باجبة بصورة صحية سيادة العميد بعيدا عن التصريحات أكيد لديك تهنئة من الأعماق لأكيد الشعب العراقي للمعالي إلى مجير المرور العام وبعد يمك نحن بهذه المناسبة الكريمة نحن نقدم تهانينة إلى سيد وزير داخلية المحترم وإلى سيد مدير المرور العام وإلى كافة الشعب العراقي صغيرا وكبيرا لأننا جايين لخدمتهم نعم أنتوا أبطال وأنتوا غني عن التعريف وأنتوا أهل لهذا الموضوع نقول لك راح نكونوا إياك بجولة وراح ناخذ منتسبكم إذن كلامنا أيضا موجه إليكم ومشاهدين الكرام راح نكون بجولة ويا سيادة العميد لأخذ تهاني باقي رجال مديرية مرور بغداد الكرخ ابقوا معنا نحن طيور السلام في عراق السلام وعملنا متطوعين لخدمة الناس وخدمة الناس قمة في العبادة شعارنا كلنا العراق سيبقى العراق شامخا منصورة يا بغداد غايتنا نرفع اسم العراق عاليا هدفنا نزرع الابتسام والفرحة والأمل على وجوه العراقيون وننقل الوجه المشرق للعراق والعراقيون أهل الغير والنقوة الشامة خدمتهم شرفوا لنا نحن فيها للعراق لأننا كان قبض العراق وتمر العراق شبنا الماء من ري دجلة والفرحة تحية للشعب العراقي عاش العراق منصورة يا بغداد نواني الشعب العراقي وانتوها عام العزاوي واسبة العيد كل عام وانتم بخير أول شيء السلام عليكم السيارة باسمك جاء الساق عندك واير سعب شطل مطفئة إذا كل شي عندك ساق مثالي وذا ما عندك واني نوديك للحجز عام انت بخير صحة وعافية إن شاء الله بارك الله جهود الله يحفظك إن شاء الله يا طيبة المن تحب تقدم تهنيه من نسبة عيد الأبحان مباركة إن شاء الله نقدمه للشعب العراقي كافة والأهلي والعائلتي والأقربائي كل عام مو بألف خير إن شاء الله وعلي الوزير ومدير المورو على رأسي إن شاء الله كل عام تهنيه تهنيه خاصة كل عام مو بألف خير إن شاء الله الله يحفظك جميع إن شاء الله خليك يا ربي. الله يديمكم. شكرا. أبطال. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. يعني مشاهدين الكرام أحد المواطنين استوقفني. حبي قدم تهنية لمعالي وزير الداخلية وإلى مدير المرور العام. وأيضا إلى مدير مرور بغداد الكرخ عميد أحمد. أهلا وسهلا. المتحب تقدم التهنية. أهلا وسهلا بكم. نقدم التهاني إلى سيد وزير الداخلية المحترم. ولي سيد لواء عامر الإنسان المحترم. ولي تابع دائما جهود المرور. يعني 24 ساعة طلاعه المرور. ونشكر الأخ سيد عقيد علي. الذي مو بس برنامجه. شغلة إنسانية. يعني ذاك اليوم سيارة عاطلة. نزل العائلة ووصل المرة كبيرة راح وصلها بالسيارة. الذي هاي ما أحد ينسويها. يعني واجب إنساني هذا مو بس مروري. الشي الثاني يعني أشوف الواجب ما لاتي من تي ساعة بطلع عشب السيداز دي حامي. خليهم للوحدة للوحدة ونوص. يعني أنا ما شايف والله العظيم. يعني تعجب عليه إش عملاني. هاي توجهات مدير المرور والعامل اللواء عامر عزاوي. خدمة الناس قم فيها. خدمة الناس. يعني ثانيا تعاملوا مع الناس. يعني بصورة إنسانية. يعني إذا أحد المرور حجه كلام. ويا المواطن غير تشكل. قال له لا بابا. هذا الحجه موصي. إحنا جاي نخدم العالم. ما يصير يجاوز على العالم. فهي يعني تهنئة خاصة لكل المرور. لأنه يتعبونه. ما حدا جهتهم. ما حدا ضايع جهتهم. على الأسف يوقف نص صبح لليان وما حدا يقول له أشكرك. الله يحب لك. مواطننا الكريم أكيد توجيهات يمكن يوافقني عميد عداي أو عقيد علي بهذا الموضوع. توجيهات مدير بغداد الكرخ بمعاملة والتعامل الحسن من قبل أيضا إشراف ومتابعة يومية من قبل مدير المرور العام. أكيد سياد العميد يعني. فإحنا نشكر. تأكيدات وزارة الداخلية يجب التعامل الأخلاقي والإنساني مع المواطن أولا وأخيرا. سياد العميد. إحنا نشكر تهنئتك ونقول لك كل عام أنت ألف خير. أنت ألف خير إن شاء الله. كل المرور لينس ذول الناس يتعبون على راحة المواطن وإحنا نشكرهم من أعماق قلبنا إن شاء الله. موسيقى مشاهدين الكرام انتقلنا إلى قاطع الكرخ الجنوبي وبالتحديد في تقاطع الرواد لنقل تهاني منتسبيهم أيضا وضباطهم المحترمون. سيادة المقدم كل عام أنت بخير؟ كل عام أنت بخير وصحة وسلام إن شاء الله. الله يحب. سيادة محمد، ألم أنت أحب أن تقدم تهاني؟ أحب بها المناسبة اليوم اللي أتعرفه إن شاء الله غدا عيد الأضحى المبارك أقدم التهاني للشعب العراقي وأقول لهم كل عام أنتوا بألف خير كل عام أنتوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما الأمان وأيضا تهانينا السيد الوزير الداخلية والسيد رئيس الوزراء المحترم أيضا المدير عام مدير مرور بغداد الكرخ وكافة أخواننا ضباط ومنتسبين مرور بغداد الكرخ والرصافة أيضا مرور يعني عموم العراق تهاني عامل بهاي المناسبة السعيدة إن شاء الله أستاذ محمد أنا ما أحد قدم لي تهانية؟ لا أحنا تهاني أنت محسوب أنت للمزحة للمزحة للتلطيف أستاذ محمد واجباتكم أثناء وتباجدكم أثناء عيد الأبحان المبارك؟ يعني إحنا بالعيد عندنا الواجبات استثنائية يعني تختلف ممو مثل الواجبات بالأيام الاعتادية أهنا بأيام العيد الواجبات تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل يعني تبقى إلى ثنتين إلى ثلاثة أيضا المنتسبين يعني عززنا الأعداد يعني خاصة المناطق السياحية مثل الرواد منطقة المنصور التقاطع يعني الواحد وعشر رمضان هاي المناطق اللي تشهد زخم أو يعني أكيد يعني توافد المواطنين التبضع صحيح ويعني توافد المواطنين دائما يبدي يعني من بعد ساعة سبعة يعني المغرب فيسر علينا لود وكثافة يعني إلى حتى تقريبا واحدة بالليلة ثلاثة بالليلة إحنا متواجدين ويعني دائما آني والضباط والمنتسبين وأيضا سيد آمر قاطع عقيدة محمد نبقى لحين انتهاء الكثافة يعني ما ننسحب تنتهي الكثافة بالكامل إلا ننسحب نحن شغلنا مو بس يعني يعني نحن مرور واقفين نحن مو بس مخالفات وغرامات يعني نحن شغلنا بالدرجة الأساس يعني التنظيم حرك تستير تسهيل أمور المواطنين نتعاون يوم حالات طارية حالات الإنسانية بيط شي ضروف أيضا تعفين يصير ازدحام نبدي المساعدة المخالفة والغرامة هاي فقط للأشخاص اللي المحدودين اللي أحيانا يتعمدون يعني المخالفة يعني مثلا يعني شو نقول مخالفة بيانة تعليمات مخالفة أكو بعض الناس الحشات يعني مثلا يقول ما يحترم الأنظمة هاي أكو مخالفين يعني أحيانا ما نفرض عليهم غرامة يعني يخالف نلقي عنده حالة إنسانية أو في الظرف معين هذا نبديل المساعدة نعم سيد محمد يعني دا لاحظ أنه تواجد القوات الأمنية بما فيهم النجدة يعني ذا يعني المصور يعني عجلات النجدة هي وياكم القوات الأمنية من تشرة لواء 54 أكيد لديكم تنسيق عالي معهم صحيح نحن يعني النجدة يعني أيضا الجيش يعني أيضا مكافحة سرقة السيارات يعني الأجهزة الأمنية الوطنية أيضا متواجدين ضمن المناطق التي تشهد يعني كثافة سكانية وكثافة مركبات متعاونين صراحة تنويانة أيضا المواطنين أيضا متعاونين يعني المواطنين يعني من شرط المر يوقف التقاطع يعني يبدون المساعدة يعني بالإشارة يلتزمون إلا القلة القليلة قتلك هذول أحياني نحن نضطر أن نفرض عليهم غرامة ونوجههم يعني بالتوجيه الصحيح عموما التعاون موجود يعني التعاون موجود من الأجهزة الأمنية من المواطنين وإن شاء الله يعني إذا تسوي لقاءت أيضا المواطنين لحظة إن شاء الله إن شاء الله شوفين أنا أقول لك من برنامج إشارة مرورية وكادر أسرة قناة WTV كل عام وانتبأ اللي في خير وانتبأ اللي في خير أيضا إلت حتى لا تقول ما عايتين وأيضا للشعب العراقي وأيضا المرور عامة بالعراق إن شاء الله وإن شاء الله صحة وسلامة للجميع أنا غني عن التعريف اسمك الكامل والمنطر المقدم محمد خالد قاطع الكرخ الجنوبي شكرا جدا أرجوك يا أبي لا تسرح في قيادة المركبة أطفالك ينتظرون عودتك في سلام أرجوك يا أبي لا تنتظر بلاد فلنقل وأنت تقود المركبة قف على جانب الطريق وانتصل أرجوك يا أبي ارتدي حزام الأمان حفاظا على سلامتك من الحوادث سيادة العميد يعني نشكرك على هذه الجولة وياك لنتعرف على رجال المرور تهانيهم واجباتهم أكيد تحجيننا شوية عن تقاطع الرواد كونه هو دائما يكون مزدعا نعم نعم مثل ما شاهدوننا حاليا نحن في تقاطع الرواد اللي هو هم تقاطع ضمن الكرخ الجنوبي هذا التقاطع يربط يربط منطقة المنصور بالمنطقة النفوت بالعلاوي إضافة المناطق الأخرى مناطق المنصور مهمة هذا التقاطع عززة بعناصر أضافية مثل ما تعلموا نحن في أيام عيد ونراحة حركة السيارة حركة جيدة ومنتشرين أخوانكم المرور أخوان رجال المرور فتم تعزيزها بمتسبين آخرين إضافة إلى الدراجات وإضافة إلى المركبات نشكر القوات الماسكة الارض اللي هو اللواء 54 موجودين المنتسبين وعناصر مالتا مع أخوانهم الرجال المروض ومثل مشاهدونهم النجدة وكذلك القوات الماسكة الارض بالنسبة للواء هذا التقاطع يعني ما يحتاج هو الحركة أو الصورة هي تتكلم لكم يعني هي روح القاطع هو هذا تقاطع الرواد لأنه يربط مثل ما قلت لكم مول منصور مول الحارثية مول بابل زيان فهذا هو هذا الهذا إن شاء الله متواجدين أخوانكم رجال المرور وقامين مباجباتنا بصورة مرضية إن شاء الله إذن سيادة العميد سيادة العميد تقدم برنامج وان يروح؟ لا أخو تعزيزي سيادة العميد راح نتوجه وياك وين إلى تقاطع؟ فارس العربي؟ فارس العربي خليكم ويانا وهي التقطية بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نهنى أول شيء شعب العراقي أجمع والوزير السيد ووزير الداخلية أيضا السيد مدير مرور العامة وأيضا سيد مدير مرور بغداد الكرخ وأيضا جميع المنتسبين والضباط مديرة مرور بغداد الكرخ كافي أسباب الحوادثة السرعة والران وعدم الانتباه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والعام وأنتبه ألف خير وأنتبه ألف خير إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بهاي المناسبة العظيمة المناسبة تعيد الله الحمبارك نقدم التهنية للشعب العراقي كافة وإلى سيد وزير الداخلية المحترم والسيد مدير مرور العامة المحترم والسيد مدير بغداد الكرخ محترم كافة المنتسبين مديرة مدير بغداد الكرخ من الضباط المنتسبين اللي ما تحبت قدمتين قدمتين للشعب العراقي العظيم وقدمتين للوزير الداخلية المحترم واللواء عامر العزاء المحترم والشعب كل إن شاء الله وقدمت تهنية للسواق بينماسة وتعيد الأضحى المبارك قدم كل سائق اللي يلتزم بالقواعد المرورية الموجودة مشاهدين الكرام انتهت تغطيتنا الخاصة في مديرية مرور بغداد الكرخ لنقل تهاني عيد الأبحى المبارك أنا أقول لكم كل عام ونتو ألف خير شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة